اصدر وزير الصناعة والتجارة دكتور موسى محمد كرامة قرارا بإيقاف إصدار وتجديد السجلات الاستيراد والتصدير للأفراد وذلك اعتبارا من تاريخه وإلى حين إشعار آخر وذلك إنفاذا لسياسات وإجراءات الصادر والوارد واستثنى من القرار السجل التجاري الخاص بتجارة الحدود على أن يستمر إصدار وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين للشراكات التجارية والاستثمارية وأسماء الأعمال والهيئات والمنظمات والجمعيات التعاونية وذلك وفقا لقانون ولائحة وضوابط سجل المصدرين والمستوردين وفي لقياسه تتعدد القرارات والمنشورات الخاصة بالصادر والوارد خلال العام الماضي وذلك دون أن تتحقق أي تنتيجة ملموسة لتنعكس إيجابا على استقرار الاقتصاد الوطني وتعيد التوازن أو تعيد التوازن للميزان التجاري كثير من التحديات تنتظر الصادرات السودانية للعودة إلى الأسواق العالمية خاصة وأن الرؤية المقترحة لموازنة العام 2019 تهدف إلى إنفاذ برنامج طويل المدى لإحداث نمو مستدام يقوده الصادر ومعلوم أن 60% من النشاط الاقتصادي القومي يعتمد على القطاع الزرائي وهذا ينسحب بالضرورة على الصادرات بشقيها النباتي والحيواني والفرص الكبيرة التي تتوفر لها بحدوث نمو حقيقي خاصة بعد توجهات الحكومة الجديدة وقراراتها الخاصة بتشجيه وتحفيز الصادرات والعمل على إزالة المعويقات كافة التي تجابهه بسبب نقص التقنات الحديثة وتعثر التحويلات المالية وغيرها من العوامل التي أقعدت الإنتاج والصادر معا وضمن حزامها الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الجديدة بغية إحداث تحول إيجابي في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ركزت الحكومة على زيادة سلع الصادر لسد الفجوة الداخلية والخارجية من خلال إعطاء الأسبقية لتمويل قطاعات الصادر واستحداث وسائل تمويل إضافية لتمويل القطاعات الإنتاجية المسار الذي انتهجته الدولة الآن لتحفيز الصادرات شكل مطلبا دائما للخبراء والمختصين والمصدرين باعتبار أن تبسيط إجراءات الصادر من خلال تفعيل نظام النفذة الواحدة وتطبيق الحكومة الإلكترونية من شأنه أن يضاعف من موارد السودان من النقد الأجنبي كما أنه سيعمل على تسريع خطوات انضمام السوداني لمنظمة التجارة العالمية فهل ستنجح السياسات الحكومية الأخيرة في تحقيق نهضة حقيقية للصادر السوداني أم أن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من التدابير والإجراءات وأن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم خبير قضايا الاستيراد والتصدير الأستاذ خالد علي محمد خير أهلا ومرحبا بك سيد خالد معنا عبر الحدث الاقتصادي وبداية كيف تقرأ قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن منع التجديد للأفراد للعمل في مجال التصدير والاستيراد ما هو نعكاس هذا القرار على مستقبل قطاع الصادر والوارد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شراء المسلمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين في البدء نحن نعتبر أنه قرار جاء متأخرا جدا جدا موزل عام 2011 وخروج النفط من الموازنة العامة للدولة بعد انفصال الجنوب كان الاقتصاد مفروض يتجه للزراع والسروة الحيوانية مسألة السجلات التجارية الخاصة بأسماء العمالة والأفراد كان لها تأثير كبير جدا جدا في ضرب الاقتصاد السوداني ولقد تحدثنا كثيرا في هذه الممارسات التي كانت تحدث نتيجة الاستقلال هذه السجلات في الحصول على عائدات القطاعات الزراعية وقطاعات السروة الحيوانية وقطاعات الأخرى هذا القرار نحن نعتبره ردة قوية جدا جدا من الحكومة للانتباه لهذه السروات الخاصة بالبلاد والتي زي نقول أضرت بالوطن والمواطن نتيجة استقلال هذه الموارد من قبل جهات وأشخاص الهدف الأساسي منها كان الحصول على عائدات النقد الأجنبي بطريقة غير صحيحة نتيجة الممارسات وخلل في كثير من السياسات الاقتصادية التي كانت تصدر في هذه المجالات هل برأيك سيكون هناك انعكاس من هذا القرار على مستقبل قطاع الصادر والوارد؟ والله في ختام التقليلين أنت أشرت إلى أنت مهمة جدا جدا هل ليس الأساس هو إصدار مثل هذه القرارات؟ لدينا كثير من القوانين وكثير من الإجراءات التي هي سليمة جدا جدا لكن إشكالياتنا الكبيرة في التطبيق ومن يقومون على رأس هذه القرارات إشكالية الصادر أو الوارد بتكمن في السياسات الخاصة بمكة السودان في مثلا التعاقدات الخارجية والتي تتم بناء عليها استغلال هذه السجلات وضرب الاقتصاد في أعز ما يملكه من موارد سواء كان موارد نقد أجنبي بتحتاج لها الدولة ويحتاج لها المواطن والوطن في كثير من الاحتياجات الأساسية هذه المنظومة الأخيرة التي علانتها وزارة التجارة تحتاج لكثير من الإجراءات والضوابط التي بتلي جهات أخرى إضافة إلى ضحف وزارة التجارة في تطبيق مثل هذه القرارات لأن حاليا نحن نعتبر أن وزارة تقوم على إجراءات إدارية فقط ليست تدهي أي سلطات أو صلاحيات تمكنها من ممارسة كثير من العمال التي نبهنا إليها كنا نتحدث كثيرا عن وزارة التجارة يجب أن تكون ثاني وزارة في الدولة باعتبار أن وزارة التجارة هي ترعى المواطن وترعى حقوقه وترعى متسباته وترعى الأسواق سواء كانت أسواق صادر أو أسواق داخلية هذه الأشياء كانت من صميم عمل هذه الوزارة التي تم تشليعها أو زي أقول فقدان لكثير من الصلاحات الأساسية هذه الإجراءات الأخيرة نفتكر أنها لن تغير من الواقع شيء طالما أن هذه الوزارة عبارة على لافتة مكتوبة على وزارة التجارة معنية بكثير من الإجراءات الإجرائية وليست التنفيذية التي يجب أن تسير على أرض الواقع في الأسواق وفي نطق الانتاج في ضبط الوجود الأجنبي في الممارسات في ضبط السجلات التجارية التي تمت بناء عليها في ضرب هذا الاقتصاد بصورة كبيرة جدا جدا أسهم هذه الاختلالات في أنه فقدنا كثير من العائدات التي كانت مفروض تسهب في مجال الدواء وكانت مفروض تسهب في التنمية وكانت مفروض تسهب في كثير من المتطلبات التي نحن حاليا نتضرر منها كثيرا جدا جدا أنت تتحدث الآن عن المظاهر السالبة التي من الممكن أن تضر الاقتصاد دعنا نتفق أن السمسرة في أوراق الصادر والوارد والمضاربات هي ظواهر تسبب الضرر الكبير للاقتصاد السوداني هل يمكن أن تحدثنا إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا القرار الذي اتخذ في القضاء على هذه الظواهر السالبة؟ كلنا نأمل عند بداية كل سنة أن تتجه كل وزارة من الوزارات السيازية أو الوزارة الاقتصادية إلى عمل إجراءات وضوابط حقيقية لكبح الممارسات السالبة التي تحدث في أي قطاع من هذه القطاعات ولكن ما نراه من إصدار بعض الإجراءات وبعض القرارات التي نعتبرها حاليا إنها هي شكلية لأن هذه مثلا تسجيلات التجارة التي تم إيقافها هي لن تتوقف لأن هناك أفراد يقومون بهذه العمليات وهذه التقنيات التي تحدث في ظل عدم وجود تنسيق بين الإدارات الحكومية بشكل مباشر وشكل صحيح وضبط عبر هذه الإدارات سواء كان في مكو السودان أو وزارة التجارة أو الجهات الأمنية أو الجمالك أو غيرها هناك كثير من ممارسات التي حدثت سقوب يصعب رقوة في الوقت الحالي بقرار فقط من وزارة التجارة نحن المطوبة الآن أن الوزارة التجارة يكون لها المزيد من الصلاحيات المزيد من الإجراءات والمزيد من الوجود في مناطق الأسواق الأسواق المحلية وانفلات الأسعار بسبب ما يحدث حاليا نتيجة لتفلت أسعار الدولار بصورة مباشرة وجود بعض الممارسات التي حدثت في السابق نتج عنها تهريب ملايين الدولارات وملايين المحاصيل الزراعية والتي لم تتصل عائداتها حتى الآن للخزينة العامة الدولة يجب محاسبة هؤلاء الذين يصدر بانك السودان مرارا ودكرارا منشورات بحظر هذه الشركات والجهات التي قامت بهذه الأعمال الضوابط التي قالت عنها وزارة التجارة أنها هذه وإجراءات نعتبرها منقوصة تحتاج لمزيد من الضبط ومزيد من القفل لمزيد من الصغرات التي تحدث وما زالت تحدث وسوف تحدث لاحقا إذا لم يتم تداركها وإحكام الرقابة من جميع الجهات المختصة سواء في الدولة أو في الجهات الأمنية والرقابية ما هي أبعاد ومرامي الاستثناء الذي تم لأستجيل التجاري العامل في مجال التجارة الحدودية برأيك؟ والله نحن حاليا نعتبر أكبر مشكلة حاليا هي مسألة التجارة الحدودية هل سيقوم بتنشيط التجارة الحدودية هذا القرار؟ أو استثناء التجارة الحدودية؟ استثناء منقص حاليا تجارة الحدود التي تتم بعض الدول سواء كانت هذه الدول سواء سيوبي أو جمهورية مصر العربية أو تشاد أو أيها هذه من الدول المعني الأساس في هذه المسألة أنه يكون هناك عائد حقيقي من هذه التجارة إذا فرضنا مثلا أن نحن مصر بنتعامل معها بما يقارب 2 مليار دولار نتيجة للتعامل وتجارة الحدود بينها وبين مصر هذه التعاملات المالية في ظل عدم وجود ضوابط التعاقدات الخارجية بزاد بعد إقرار بنك السودان لمسألة عملية البيع الآجل الياسي اي دي الدفع ضد المسردات ونحن ما عندنا نتعامل حقيقي مع جمهورية مصر كان لابد من قفل هذه الصغرات أن نتج عنها استغلال السجلات التي أوقفتها حاليا وزارة التجارة أن هذه السجلات بتم استغلالها وتصدير كثير من السلع إلى هذه الدول من غير جلب أي عائد من اللغضة الأجنمية ونفتكر أنه يكون هناك مزيد من الضبط المسألة الأهمة من كده المسألة بتاع الإجراءات الخاصة بقطاع الصادر وقطاع التعاقدات الخارجية ونفتكر أنه وزارة التجارة تنأى بنفسها عن مثل هذه الضوابط أولاً التجارة الخارجية مفروضة تكون معنية كلها بوزارة التجارة مسألة الاعتمادات المسندية ومسألة الدفع الآجل ومسألة الكمبيان الديئة وغيرها من التعاملات التي يتم عن طريق التصدير ومن يسمى إيتاء بالمقابل العائد الأجنبي للدولة والتي يجيزها بنك السودان من يسمى أنا أفتكر أنه وزارة التجارة لا يجوز لها أن تكون بعيدة عن هذا المجال يجب هي أن تضع السياسات وليس بنك السودان يجب هي أن تحدد الضوابط وليس بنك السودان بنك السودان هو مجرد جهة يجب أن تستوفي متطلبات وزارة التجارة من حيث الإجراءات المصرفية اللازمة لأي صادر من الصادرات التي تقوم بتصدير الدولة هذا الأساس في هذا العمل أنا أعتقد تماما أنه قرار منغوص يحتاج إلى كثير من الإجراءات يحتاج إلى كثير من التداول ليس المعني فقط إيقاف الصادر والوارد لأن هناك جهات محترمة وتتعامل باحترافية وتقوم بتصدير حسب المتطلبات المرجوة والمطلوبة عالميا ولكن نحن أشكالياتنا الأساسية في هذه السجلات التي باستغلالها من أجل التهريب والتهرب الضريبي والتهريبة بتعنى الدولة هل برأيك أن مشكلة صادراتنا تكمن فقط في السياسات والإجراءات أم أن هناك لا زالت زيادة من المفترض أن تكون هناك زيادة للقدرة التنافسية لكي تدخل إلى الأسواق العالمية أعتقد أنه ما عندنا أشكالية في مسألة القدرة التنافسية في السلاء لنا بتعطى الصادر بأي شكل من أشكال سواء محاصيل أو سر حيواني أو غيرها من الموارد الموجودة في الدولة لكن أشكالياتنا نحن أن كل وزارة من الوزارات حاليا تحصنت وجعلت نفسها بمنع عن باقية الوزارات الأخرى وهذا بنفسه بشكل إشكال كبير ثانيا غياب وزارة التجارة ودورها الفعلي أحدث كثير من السغرات وتدخل كثير من المؤسسات والجهات في عمل بعض الجهات الأخرى بدعوة أنها هي الحائزة على مسألة القيام بعملية التصدير ودازة يقوله خلل شرخ وخلل سغرات نفذ منها كثير من الناس الراغبين في أن يحصلوا على الصراع السريع ومن ضمنها ما يحصل في مسألة السجلات التجارية وقد سبق وعشرنا إليها في عدد كثير من اللقاءات أن مسألة السجلات التجارية مسألة كبيرة جدا جدا تستطيع أن الناس يقف عليها بوعي تام ضبط كامل لكل هذه الممارسات التي أضرت بالوطن والمواطن بصورة كبيرة جدا جدا وما يحدث الآن هو نتيجة لهذه السغرات الموجودة وما نعانيه حاليا نتيجة لغياب الضبط والرغابة وفي نفس الغيابة النقد الأجنبي ونحن لا ينقصنا الموارد التي تمكننا من أن ندير هذه الموارد بصورة صحيحة ولكن ضحفة رؤية أصبحت واضحة سيد خالد سؤال أخير أيضا هناك كان تقليص لسلع الوارد هل هناك إنعكاس على الميزان التجاري أو تأثيرات اقتصادية ناتجة من هذه النقطة؟ لا أعتقد ذلك هذه السلع عبارة عن سلع هامشية وليست أساسية في حيات المواطن كان هذه من الأجدى والأولى أنه يكون فيه تخفيض للسلع الواردة الخاصة باحتياجات المواطن سواء في الدواء سواء كان في كثير من المطلوبات لبرجوها المواطن ويستفيد منها المواطن بصورة صحيحة الآن في القرارات الجديدة تمت معالجة هذه النقطة عن طريق رفع التسعير الجبركية لهذه السلع وهذه من الأخطاء الكبيرة جدا جدا الذي ما زلنا نعاني منها رفع القيمة الجمركية والدولار الجمركي والمسألة الثانية رفع سعر الدولار لـ 47 هاتم من أكبر إشكالها وهذا نتيجة لخلل كبير جدا جدا ومعلومات مضللة تم تلقاها سيد رئيس مجسد الوزراء وافتكر أن حاليا نحن نجني ما نراه حاليا نتيجة لأن كل المعلومات والبيانات التي تقدم لهذه الإدارات وهذه الجهات هي عبارة عن جهات لها مصالح وأغراض محددة وأتت بتأثيرها الكامل على حياة المواطن والوطن بصورة كبيرة جدا جدا الأستاذ خالد دعالي محمد أخير خبير قضايا الاستيراد والتصدير شكرا جزيلا لك شكرا لك الآن مشاهدين الكرام عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية في القومة شكرا لك